شارك سعادة دكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع لجنة الوزرية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية والتي عقدت في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورته العادية وخلال الاجتماع نقشت اللجنة الوزرية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وقد أصدرت اللجنة الوزرية بيانا دانت فيه ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية الأمر الذي يشكل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية ويعتبر امتدادا للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أذرع إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة أن هذا الحزب يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولما يدعمه دعية الحكومة اللبنانية لإدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية وذلك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية واستنكرت اللجنة ودانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغيات زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مؤكدة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا الأشترى الإرهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من إيران مقرا لها كمنظمة إرهابية وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب ويعكس هذا الموقف إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وكل ما يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها ورحبت اللجنة باستضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي في أكتوبر 2019 وبمشاركة أكثر من 60 دولة تأكيدا لدور مملكة البحرين التي تطلع به للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مخاطر الممارسات الإيرانية التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية في المنطقة كما نددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها وأكدت اللجنة على أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى ترجمة نانسي قنقر